السلام عليكم هلا والله شونكم اشتاقت لكم والله واي اليوم راح سوي لكم برياني اللحم المكونات جدامكم هذا طبعا زبد عرب سأعمل من عند الشعرية بطريقة بسم الله هنا عندي نص كيلو لحم المال عجل سيلكته طبعا هاي الخاشوقة حطه ايا انا مد الساعد بالاستواء حطيتي هنا الزبد وزيت هنا عندي طبعا شعرية خشنة مناعمة راح استعمل زي ما تشوفون هنا انتظر بس يذوب شوية عندي الزبد لانتش تحاطتها بالمجمدة جامد فعادة تشتريت تحتفظين به بالمجمدة ما اليه كل شكال حتى ذات طلعي هو جامد الزوبي عادي نس الشي ما يبقى بي موي كثير ما تشوفون كثير ما تشوفون هنا راح ابدأ اضيف الشعرية على مد احمسها يشجر اللون مالته و اضيفه و اضيفها موي طبعا هذا البريانة راح تسوي خلط و يل تمن انت اذا تحبين تحطيه فوق تمن ما تفعلين من تكملين الحشو كله تحطيه على نار هادئة تهدري وحيدة بس اذا تريد يخلط و يتم لا بدون تهدية قبل ان تهدري يتخلطي و يتم نسوي طبقات نسوي طبقات الآن بديت احمس الشعرية المتاخذ النكهة عندي مال زبد مال عرب الآن باعشون صالون اشقر اشقر ناره اضيف علي كوبه من المي و اغطيه اخليه على نار هادئ لحد ما يتهدر عندي اسئباء هنا تهدر عندي الشعرية استوت و ضاعف حجمها مثل ما تشوفون راح ابدي اقلي طبعا هاي الطاوة مالتي العشق يعني هاي الطاوة بكل بيت ما اعرف ليش يعني التقلاه مالتها احسها طيبة حطيتها سلبازالي على الشعرية و بديت اقل البتيتي و ضفت هنا الكش مش بس غسلته يعني لا حمسته ولا ابد هنا نقعت التمن و اذا راح ابدي احمس هماتين البصل و ضفت ايضا على المكونات بس اللحم راح بدون حمس يعني طلعه قبل من الجدر اضيفه على الحشو هيك يا عمر ذا ما تشوفون طبعا عندي هاي بهارات مال برياني هاي خلطة تشتريها من العطار قليلة بهارات مال برياني محطوطوا اياها قرنفول و وبعد والله ما ادن نسيت و نوم بصرة عفو مطحونة يعني هي مكونات كاملة مال البرياني راح اضيف منعتها خاشوقة و نص و راح اضيف صبخ تمن اللي هو كركم هاي خاشوقة بعد يهسام راح اضيف نص خاشوقة و اضيف الملح شوفوا يعني اضفت الملح و ابدي اخلطة كليته سوا هسا راح ابدأ اخلطة كليته سوا هيك يعني طعم مالتي يخبل جربوا يعني ينفعكم المناسبات العزايم اكل مثل البيت انتم تشتهوا شوفوا هسا هنا خلطته مثل ما قلتكم تريده هيك تغطي تحطه على نار هادئة وتحطه بعدين فوق التمن انا هنا راح اضيف خلط هنا طبعا راح اضيف التمن بمي اللحم بس انا سوي بزل مو كبس هنا نسلق عند التمن طبعا سويته بزل مثل ما قلتلكم راح ابدأ اسوي طبقات مثل ما قلتلكم شوفوا يعني بداية طبقة مال التمن بعدين على طبقة التمن نحط طبقة مال حشو وهكذا لحد ما تكمل عند الكمية بس اهم شي يصيد طبقة فوق على الوجه تمن مو الحشو تخليلي فوق ثان ان شاء الله بعد كم يوم راح اصوي لكم طبق حلو ان شاء الله بعد ما انقطع عنكم لان ادرب بكم طوالت عليكم ما نزلت فيديوهات لان شان ابني كلش مريض طوالف حلوة وياكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية ان شاء الله تعجبكم واي شي تريدوه اسوي لكم اياه بس كتبوه بالتعليقات وتدللوه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فبل انا اخضرب ان شاء الله لابع انا انا اعجب ان شاء الله ان شاء الله نهائي يومي 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 شوف شون طيب ويخبض يعني المناظر تحكي شوف شون شكله رائع ورهيب يعني الطعم خيالي شوف شون الطعم مالتي يخبض ان شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك وتفعيل الجرس مع الف سلامة باي باي